بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكم حبيبي عاملين ايه النهاردة هقدم لكم طريقة عمل كيكة اللبن المغلي هنعملها بطريقة سهلة و بسيطة جدا وهتطلع معاك هشة و سفنجية ومش مكتومة وما فيهاش اي فراوات من جوة بس لو اول مرة تشوفوني انا اسمي اسماء محمد ولايك و شير لو عجبكم الفيديو يلا بينا نشوف الطريقة معنا مقادير كبايتين من الدقيق وكباية من السكر ونص كباية زيت وكباية من اللبن واربع معالق من الزبدة واربع عدد بيت معلقة خل كبيرة وكيز بيكينج بودر واثنين فانيليا هنبدأ الاول نرفع اللبن ده على النار عايز اللبن يوصل لدرجة الغليان وبعد كده هجيب بولة وفض فيها البيت اربعة عدد بيت وعليهم معلقة خل كبيرة وعليهم اتنين كيز فانيليا طبعا احنا بنحط الخل عشان تديها هشاشة تدي الكيكة هشاشة كده من جوه وتبقى سفنجية وخفيفة وكمان بتضيع زفارة البيت وهضيف كوباية من السكر ونص كوباية من الزيت لو عايزة تزود كمية السكر انا ضيفت نص كوباية كمان من السكر يعني كوباية ونص سكر ثلاث مزبوطة جدا لو عايزة سكرها قليل نضيف كوباية واحدة بس واقلب المكونات مع بعضها كويس جدا هفضل اخفق فيها خفق ما يقلش عن سبع دقايق او عشر دقايق ممكن تحط المقادير دي في الخلاط او تضربيها بالمضرب الكهربائي بس انا قلت اشتغل بقى ابسط حاجة المضرب اليدوي اللي موجود في كل بيت او ممكن بشوكة بس طبعا احنا بنحتاج المضرب عشان عايزين الخليط يبيض كده معنا هاجي بالصينية او القالب اللي هيدخل الفرن هدي هنا بقطع من الزبدة او بسامنة او زيت واركنها على جنب عشان بمجرد ما اعمل الكيكة افضيها فيها على طول هاجي بعد كده هاجيب كوبايتين الدقيق اللي عندي وانخلهم هو انا نخلتهم مرة ودي التانية انا بحب دايما في الكيكات هنخل الدقيق كويس هنخل كمية الدقيق كلها لحد وهنخل كمان معاهم كيس الباكينج بودر علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات في الدقيق واضمن ان الكيك ما يبقاش فيه فراغات من جوه وبعد ما انخلهم كويس جدا هبدأ اقلب بالمضرب او سباتيولا او معلقة اقلب من تحت الفوق كده في الخليط واحدة واحدة انا بقلب كده هحس ان الكيكة لسه محتاجة سويل طبعا انا حط اللبن على النار بعد كده ده القوام بتاعها هتلاقيها لسه تقيلة جدا بعد كده هضف لها كوبية اللبن المغلي اللبن المغلي بص البخار ما تقلقش هي مش هتتسلق البيد ولا اي حاجة لأ انت بتنزلي اللبن واحدة واحدة وتقعد يتقلبي فيه بالتدريج تقلب المكونات مع بعض كويس هتندمج في المكونات وهتزبط قوام الكيك معاكي بعد كده بصي قوامها بقى جميل جدا هنزل بيها بعد كده في الصينية اللي مدهونة او القالب اللي هيدخل فرن بعد كده هخبزها على درجة حرارة متوسطة وخلي النار شغلة تحت الاول وده شكلها حلوة جدا وسفنجية عايز اقول لكم ريحتها وطعمها مفيش احلى من كده بجد طحفة وهشة وما فيهاش اي فراغات من جوه اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك واللايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة